تعالوا نكمل أخبارنا بقى دكتور أحمد جبالة طبيب الفريق الأول لكورة القدم من نادي الأهلي حرص على منح لعبي الفريق جرعة تطعيم ضد المالاريا قبل السفر طبعاً احنا عارفين قصة التطعيمات خصوصاً في أفريقيا يعني بتبقى لها شكل وجدول وكلام من ده فالفرقة كلها النهاردة قبل مواجهة يونج أفريكانز قبل انهم ما يتيروا يعني خدوا تطعيم المالاريا وده تطعيم معتاد ومنح اللعبين جرعة التطعيمات في إطار الإجراءات الوقائية المتبعة في ضوء الاستعدادات للمباراة اللي تجمع الفرقين يوم السبت المقبل إن شاء الله عارفين احنا قصة طبعاً التطعيمات في أفريقيا وقصة في كل فترة لازم يعيدوا التطعيم تاني احنا طبعاً الصفر متكرر لأفريقيا فبالتالي التطعيمات دي بشكل منتظم جداً حفاظاً على صحة لعبين